بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم برنامج فتاوى سائلين الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما نسمع بإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاح السلام عليكم يا شيخ صالح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وأثابكم الله وأذكركم أيها الإخوة بجوال البرنامج للتواصل عبر الواتساب وكذلك الرسال النصية فقط 05 017 8 5536 على بركة الله نبدأ حلقة هذا اليوم بما بعث به الأخ عبد الإله من جدة يسأل يا شيخ صالح ويقول في قوله تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم يسأل يقول ما هي درجة العفو والصفح في حياة المسلم تجاه إخوانه ممن أخطأوا عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا شك أن درجة الصفح والعفو بين المسلمين أنها درجة عظيمة بموجب الأخوة الإسلامية وبموجب حسن الخلق فلا شك والإنسان سيواجه بعض الأشياء التي قد لا يريدها أو أنها تؤثر عليه ولكن يصبر ويعفو ويصفح عمن حصلت منه هذا هو موجب التآخي في الإسلام موجب نشر المحبة بين المسلمين وقد يحصل أشياء بين الناس وبين الإخوة فيها شيء من القسوة لكن تخذ العفو والصفح مما ينسيه هذه الأشياء وتذهب لا أثر لها أحسن الله إليكم يقول برك الله فيكم وكيف يدخل في أجر قول الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين نعم في هذه الآية وعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يكذمون يكذمون غيظهم ولا يتأثرون به ويعفون عن الناس إذا حصل منهم شيء من المخالفة وعدهم الله بالأجر العظيم وهذا خلق كريم أمر الله به وأوصى بالتزامه بين المسلمين نعم بارك الله فيكم أبو ثامر من الخرج يقول كيف يكون تطبيق قول الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن هذا الحديث يجتمل على منهج حياة المسلم مع إخوانه المسلمين فيجب أن يمتثل هذه الأخلاق وهذه الأداب الشرعية من الصفح عن من أساء والعفو عنه هو بذل الإحسان فهذه أخلاق إسلامية عظيمة يتصف بها المسلمون فيما بينهم نعم سؤاله الأخير في هذه الرسالة يقول قضاء الحاجة لأن أقضي حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف سنة ما المقصود بذلك المقصود بذلك إذا احتاج أخوك المسلم إلى إعانة أو إلى مال أو إلى مساعدة فإنك تبذل هذا له ولك الأجر العظيم لأن الاعتكاف أجره قاصر على صاحبه لكن هذه الصفات هذه ثوابها وتأثيرها يتعدى إلى الناس وإلى الإخوة فيما بينهم أحسن الله إليكم الشيخ صالح هذا يقول بارك الله فيكم في قوله تعالى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ يسأل يقول هل هناك رسل لم يذكرون في القرآن الكريم نعم هناك رسل لم يذكروا في القرآن الكريم منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فدل على أن هناك رسل لم يأتي لهم ذكر في القرآن الكريم والرسل من عهد آدم عليه السلام فآدم عليه السلام نبي وجاء من بعده رسل من ذريته نعم أحسن الله إليكم من الأسئلة أيضا هذا يقول أقرأ سورة البقرة لشفاء والدتي فمتى أنفذ في الماء عند نهايتها أو نهاية كل ورقة أو كل آية تنفذ في الماء عند نهاية كل آية عند نهاية كل آية لعجل أن يحصل المقصود من الرقية نعم السؤال الآخر يقول يعني ما هو فضل سورة البقرة وقراءتها للتشفي بها نعم سورة البقرة هي سنام القرآن كما جاء في الحديث والشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة كما في الحديث الصحيح فهي سورة عظيمة وفيها آيات بينات وفيها أحكام عظيمة ووصايا ربانية فهي سورة عظيمة نعم أحسن الله إليكم هذا يسأل عن الحسد وخطر الحسد حيث يقول أن هناك بعض القرابة لا يحبون الخير لي ويحسدونني في كل الأمور فما هو توجيهك للحاسد أن الحاسد أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يترك الحسد وأن يتمنى للناس الخير ويدعو لهم بالخير والحسد حذر الله منه في القرآن الكريم أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله كما قال سبحانه في سورة المعوذات ومن شر حاسد إذا حسد نعم أحسن الله إليكم هذه إحدى الأخوات تقول هل يجوز لزوجي أن يعطيني من زكاته نعم هل يجوز لزوجي أن يعطيني من زكاته لا لا يجوز هذا لأن نفقتك واجبة عليه فينفق عليك ولا يعطيك الزكات نعم من عجز عن الوفاء بالنذر ماذا يفعل إذا لم يقدر فإنه لا حرج عليه ولكن إذا متى ما قدر فإنه ينفذ النذر نعم حكم الاجتماع عند أهل الميت لتعزيتهم ثلاثة أيام لا يجوز هذا يقول أحد الصحابة كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة فهذا من النياحة لكن إذا صادف جاء ناس يعزونه من غير اتفاق وإنما اجتمعوا من غير اتفاق هذا لا حرج فيه أما أن ينظم هذا يتفق عليه هو منهي عنه نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول في سورة الضحى ألم يجدك يتيما فآوى يقول كيف كان الإيواء هنا في هذه الآية أواه الله سبحانه وتعالى ورزقه وحفظه فهذا هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فألم يجدك يتيما فآوى آواه الله وتولاه سبحانه وتعالى نعم يقول أيضا هل هو المخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك نعم المخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله هذا يقول كيف تكون التوبة وما هي شروطها التوبة تكون بثلاثة شروط لا تصح إلا بثلاثة أركان أولا الإقلاع عن الذنب تركه ثانيا العزم اللا يعود إليه ثالثا الندم على ما حصل منه نعم أحسن الله إليكم هذا يقول سائق شاحنة يقطع يوميا أكثر من 700 كيلو متر هل يترخص برخص السفر نعم هو أولى بذلك الذي يتكرر سفره ويتردد هو أولى برخص السفر لوجود المشقة العظيمة عليه إذا لم يستعمل الرخص الشرعية نعم بارك الله فيكم هذا يقول أحد الأبناء والده يمنعه من الذهاب للمسجد بحجة الخوف عليه فما الحكم هذا خطأ إذا كان يخاف عليه يذهب يذهب به معه إذا ذهب للمسجد يذهب به معه ويرجع به إلى البيت نعم راتبة الظهر هل تصلى أربع بتسليم واحدة؟ لا راتبة الظهر ركعتان قبلها وركعتان بعدها نعم يسأل يقول الذي لا يستطيع أو المريض الذي لا يستطيع السجود هل له أن يسجد على طاولة الكرسي؟ لا يسجد بالإيماء يسجد بالإيماء وهو جالس أو أو واقف إذا كان لا يقدر على السجود يسجد بالإيماء وهو على الكرسي أو على طاولة أو على شيء مرتفع أو على الأرض نعم هل يجوز تأخير العقيقة عن اليوم السابع؟ حسب الاستطاعة العقيقة تكون في اليوم السابع تكون في اليوم الرابع عشر اليوم الواحد والعشرين أو تكون بعد ذلك متى ما تيسرت نعم هل يجوز الصيام يوم ويفطر يوم؟ نعم هذا الصيام داود عليه السلام كان يصوم يوماً ويفطر يوماً خير الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوماً ويفطر يوماً نعم بعض المصلين هداهم الله يرفع الصوت بالقرآن والذكر في المسجد فما حكم ذلك؟ إذا كان يشوش على الناس فلا يجوز له ذلك يأتي بالذكر سراً بينه وبين نفسه بحيث يسمع نفسه نعم أثابكم الله هذا يسأل من اليمن يقول عن دعاء الاستخارة قبل أو بعد السلام دعاء الاستخارة بعد السلام يصلي ركعتين لأن جاء في الحديث أنه يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم إذا سلم يدعو بدعاء الاستخارة الوارد نعم قل هل صحيح أن ثواب الحج أو العمرة يصل للمتوفى؟ نعم كل الأعمال التي تدخلها النيابة يصل ثوابها إذا تقبلها الله يصل لمن فعلت له حياً أو ميتاً نعم هذا يسأل يقول أنا إمام لأحد المساجد ولا أجيد مخارج الحروف في القرآن الكريم وصفاتها فهل أترك الإمامة بسبب ذلك؟ إذا كنت تلحن في القرآن بمعنى أنك ترفع المنصوب أو تخفض المرفوع أو ما أشبه ذلك فلا تأم في المثل فلا تأم من ناس نعم المسافر بالطائرة الذي لم يحرم إلا في جدة لأن إحرامه مع العفش نسيه ماذا يفعل؟ يكون عليه فدية إذا أخر الإحرام كان يؤخر كان إذا حاذ الميقات فإنه يخلع الملابس ويلتف بها على جسمه من غير أن يلبسها وتقوم مقام ملابس الإحرام حتى يجد ملابس الإحرام ثم يغيرها نعم هل تقبل صلاة المتشاحنين إذا أبى أحدهما الصلح؟ نعم ورد في الحديث أنه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل فيغفر لعباده إلا من كانت بينهم شحنا فإن الله يقول لملايكته أم أمهلوا هذين حتى يصطلحا نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله من الأسئلة أيضا التي وردت إلى البرنامج عبر جوال البرنامج هذا يقول توفي وأوصى بثلث ماله صدقة وهي عند صديقه فهل للورثة أن يتركوها عنده؟ نعم يسأل ويقول ما توفي رجل وأوصى بثلث ماله صدقة وهي عند صديقه فهل للورثة أن يتركوها عنده؟ إذا كان يصلح لتنفيذ الوصية يصلح لتنفيذ الوصية يتركوها عنده إذا كان لا يصلح يذهبون للقاضي ويغير الوصي نعم يقول ما هو حد مدة القصر والجمع بالنسبة للمسافر؟ ثمانين كيلو فأكثر والأيام؟ نعم والأيام يشير؟ ما لحد مدام سافر يجمع ويقصر نعم هل زيارة القبور لها وقت معين؟ ليس لها وقت معين إلا في الليل فإنها مكروها وأما في النهار رأي زر متى ما تيسر له ذلك نعم أحسن الله ليكم وأثابكم الله هل يجوز أن أعطي أخي الزكاة دون أن أخبره بأنها زكاة؟ نعم إذا كان يكره أخذ الزكاة أو لا يريدها فلابد أن تخبره أما إذا كان ما يكره ذلك ويأخذ ما يعطى إنك تعطيه ولا تخبره نعم حكم الصلاة جمعا وقصرا قبل دخول العصر بعشرين دقيقة تقريبا نعم حكم الصلاة جمعا وقصرا نعم قبل دخول العصر بعشرين دقيقة لا أسأل بذلك كل وقت الصلاتين يصير وقت واحد في أي في أي يعني وقت من من وقتهما المتسع صلاهما جمعا فإن ذلك يجزي عنه نعم أحسن الله إليكم هذا يسلق الوالدة كثيرا ما تسمع القرآن الكريم عبر المسجل أو عبر الإذاعة فهل هذا أفضل أم تسمعه قراءة نقرأه عليها أفضل أفضل لأنكم تقرأون عليها وتستمع القراءة الحية هذا أفضل نعم يقول بارك الله فيكم هل من كلمة من الشيخ عن من أصيب بالفتور بعد شدة العبادات أليه أنه يعني لا يشق على نفسه العبادات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أليكم بالعمل فيما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل فلا يشق على نفسه تثرة العبادات نعم أحسن الله إليكم يسأل يقول ما معنى قول الله عز وجل إني لأظنك يا فرعون مثبورا نعم هذا هذا فرعون لما أنه اعترض على على موسى عليه السلام لما جاءه بالآيات البينات اعترض عليه وقال في موسى إني لا أظنك يا موسى مسحورا قال الله جل وعلا إني لا أظنك يا فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا نعم أحسن الله إليكم خارج الأرض أو الخارج من الأرض المسقى من السدود بمعدات هل فيه زكاة؟ نعم الخارج من الأرض المسقى من السدود بمعدات هل فيه زكاة؟ نعم فيه زكاة سواء سقي بالسواني أو السقي بالماء الجاري من الأودية أو من الأنهار كله فيه زكاة نعم أيضا هذه بعض الأسئلة من الأخ عبد الله من الرياض يقول حكم الصلاة بلا إقامة تصح الصلاة بلا إقامة ولكن الأفضل والأكمل أن تكون بإقامة نعم الدكاكين والدور المعدة للإيجار هل فيها زكاة؟ لا في نفسها ما فيها زكاة ولكن تكون الزكاة في الآجار الذي يحصل عليه منها نعم هل يجوز التجارة بأموال اليتامة في الأسهم؟ إذا كان لا يخاف عليها إذا كان لا يخاف عليها وهي فيها نفع و يعني حصيلة جيدة فإنها لا لا بأس ويجعلها في الأسهم نعم وهل يعتبر ضامن يا شيخ؟ لا هو ليس بضامن إلا إذا فرط إذا فرط فهو ضامن نعم يقول حكم التيمم على البلاط الذي ليس عليه غبار لا بد من الغبار الذي يعلق باليد فلا يتيمم على شيء ليس عليه غبار نعم أحسن الله عليكم أنتقل إلى أسئلة أخرى وردت إلى البرنامج أبو ناصر يسأل ويقول هل قراءة سورة الملك تمنع من عذاب القبر نعم ورد هذا أنها المنجية سمها الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنجية فقراءتها إذا تقبل الله ذلك فإنها تنجي من عذاب القبر نعم يقول هل المسلم مقيد في ربحه في التجارة بحد معين لا ما ليس الربح مقدر بحد معين ولكن حسب حسب الحاجة إليها وحسب الرواج في الأسواق نعم ولكن هناك من يبالغ في الربح شيخ الربح ليس باختياري المحروض للبيع قد يربح وقد لا يربح وقد يكرر ربح كثير أو قليل ليس هذا باختياري نعم هذا حسب العرض والطلب نعم من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب هل يسلم نفسه ليطبق عليه الحد ينستر بستر الله يتوب إلى الله عز وجل هذا أفضل له أن يتوب فيما بينه وبين الله توبة صحيحة ولا يفضح نفسه نعم إذا صلى الإمام العصر خمسا ولم ينبه إلا بعد انصراف بعض المصلين فما الحكم في ذلك الذين انصروا صلاتهم صحيحة ولا الذين بقوا يسجد بهم سجود الساو هل زكاة المال على أصل المبلغ أم عليه مع الفوائد نعم عليه مع فوائده الفوائد تابع له نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله ما الحكم في من زار مكة المكرمة وأدى العمر ثم رغب أن يؤدي العمر عن والديه لا بس يخرج إلى التنعيم أقرب الحل يخرج إليه ويحرم منه لمن أراد هنا أحسن الله إليكم وأثابكم الله يقول هل يجوز طلاق الحامل وكيف تعتد طلاق الحامل نعم يجوز الحامل التي تبين حملها يجوز تطلقها نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله يقول ما هو فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم فضل من الله سبحانه وتعالى يكون يعني له أجر الصدقة وأجر الإحسان إلى هؤلاء وهذا عند الله سبحانه وتعالى حسب نية وقصده والله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين نعم أحسن الله إليكم هذا يقول حفظكم الله ما معنى حديث لا إيمان لمن لا حياء له لا أعرف هذا الحديث سؤاله الآخر حياء شعبة من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقول ما تفسير قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا نعم المراد بهذا المرور على الصراط كل الناس يمرون على الصراط منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجوات ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من يمشي مشيع ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم على قدر أعمالهم تمر بهم أعمالهم على الصراط وهذا معنى قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية أحسن الله إليكم يقول ما تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة لا أعرف هذا الحديث بهذا اللغة لا وصية لوارث طيب لأن الله أعطاه مراثه فلا يزاد عليه نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله هذا أبو تركي يسأل ويقول بارك الله فيكم هل يجوز لي أن أتصدق بمال والدتي كبيرة السن بنيتها هي وهي لا تعلم لا لا يجوز لك يجب عليك أن تحافظ عليه لأنها أصبحت محجورا عليها فيخفض مالها فإن شفاها الله فهي تتصرف فيه وإن توف يتفاوى لوراثتها نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله يقول بارك الله فيكم لأولاد متزوجون ولولد متزوج وهو طالب والبقية متوظفون فهل يجوز لي أن أساعده لظروفه دون بقية إخوانه نعم إذا كان يحتاج وهم أغنية يجوز أن يعطيه ما يساعده على حاجاته نعم يقول بارك الله فيكم كيف يكون الإحسان إلى الخدم وهل هم من أهل الزكاة إذا كانوا فقراء فهم من أهل الزكاة نعم وهم مسلمون نعم بارك الله فيكم إذا يقول في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف ما المقصود بالمعروف عاشرهن بالمعروف يعني المقصود بالمعروف يعني بين الزوجين يعاشرها بالإحسان يعاشرها بالرفق يعاشرها بالمحبة نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله هذا السائل حفظكم الله هو السؤال الأخير في هذه الحلقة في قول الله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك كيف يكون الإحسان بالمال بإخراج زكاته أولا وهذا واجب بصدقة منه صدقة التطوع بإقراض المحتاج منه قرضا حسنا نعم أحسن الله إليك يا شيخ صالح وبرك الله فيك وفي علمك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتك أيها الإخوة والأخوات إلى هنا ونأتي إلى اختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى وقد أجاب عن أسئلتكم مع للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبال العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتا جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا وأن يحفظ بلادنا من كل شر وأن ينصر جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي إنه سميع مجيب الدعوات شكرا لكم أيها الإخوة وتحية لكم من عبد الرحمن مدرع وسلطان العتيبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته